أدلت إدارة الأوقاف الجعفرية بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في قرية كربباد وأسفرت عن استشهاد رجل أمن وإصابة اثنين من أفراد الشرطة وأشارت الإدارة في بيانة لها إلى أن الاعتداء الآثم على رجال الأمن هو عمل إجرامي شنيع يتنافى مع كل التعاليم الإسلامية والقيم الإنسانية وكافة القوانين والأعراف وأن هذه الجرائم الإرهابية تدينها كل الشرائع السماوية والأعراف والقيم الإنسانية وهي ظواهر دخيلة على المجتمع البحريني وهي بخلاف ما عهد واشتهر عن شعب البحرين من تسامح وألفة وتآخي ووئام وأعربت الأوقاف الجعفرية عن استنكارها للعملية الإرهابية مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية الباشعة النكرى هي محل رفض وشجب واستنكار قاطع من كل أبناء شعب البحرين كما أعربت الأوقاف عن تعازيها ومؤساتها لجلالة الملك المفدى وحكومة مملكة البحرين ومعالي وزير الداخلية ولأسرة شهيد الواجب داعية المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر وسلوان كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين في هذا العمل الإرهابي للمصابين اوهل دق prove